السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تدبر في الموسم الثالث أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الجميلة الطيبة المباركة أن يدخل عليكم الفرح والسرور وأن يسعد قلوبكم غالبية غير المسلمين يتعجبون لحال المسلمين في رمضان خصوصا فهي فرصة ذهبية إلى أن نستغلها ونوظفها التوظيف السليم كيف ذلك؟ وهو الاهتمام بمسألة دعوة غير المسلمين لدين الله سبحانه وتعالى وهذا لا يكون بالأسلوب الفضل أو بالإجبار أو بالإكراه أبدا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لا إكراها في الدين والله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن من خلال أعمالك وتصرفاتك وطيب التعامل ولي الجانب فمن خلال هذه الأعمال الطيبة تستطيع من خلالها أن تدعو لدين الله سبحانه وتعالى طيب يمكن الواحد يسأل ليش أنا أحاول أجتهد أو أبذل قصار جهدي أو أبذل جزء من جهدي في دعوة غير المسلمين لدين الله سبحانه وتعالى يكفيك في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ففرصة في رمضان تحاول أن تستطيع أن تدعو أحد من غير المسلمين لدين الله سبحانه وتعالى وأن تكسب بذلك الأجر العظيم والخير العميم من الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم قبول الأعمال وفقني له وإياكم لكل خير وصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة